وكمان هتلي معاك اثنين كيلو كوسة متقورين طبعا متقورين انا مقورش انا صحفية ومشغولة ورايها شغلي كتير جدا وحزمة بقدونس وكسبرة وشبت بس يكونوا فريش لو طلعوا وحشين هعمل فيك موضوع يجيبك الارض انت حر سلام صباح الخير يا أستاذة هي مدام إنشي لسه مجاتش لا لسه مجاتش خير رئيس التحريب بيسعل عليها عايزة في حاجة خطير حاجة خطيرة في ايه؟ الظهر في حاجة حصل في قصة البلد وعايز صحفية كويسة اتغطيها صحفية كويسة؟ يا عميلة صباح الخير يا كاميليا صباح النور فيه؟ هي إنشي فيه؟ لسه مجاتش فيه ايه؟ موضوع سوق ورئيس التحريب مهتم بيه قوي وعايز إنشي تنزل تكتب عنه خير ايه الموضوع ده؟ انا مش عارف التفاصيل بالزبط بيقولوا فيه كارسة حصلة في مدينة نصر وبيحتاج حد شاطر ينزل وطلب إنشي نعم حد شاطر؟ ده على اساس ان انا جايبة مرحة ولا ايه؟ انا عارف بقى كاميليا هو فيه ايه؟ واحد يقولي صحفية شاطرة والتاني يقولي كويسة وانا صباح خير يا كيمو؟ استخفى الله العظيم صباح النور شفت إنشي النهاردة؟ لا مكتش 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 فيه ايه؟ معرفش من الصبح جميل بيبي يدور عليها الزهر فيه مصيبة حصلت في التجمع وعايز إنشي بالذات تنزل تغطيها ايه؟ على هنا وفيه بالزبط كل واحد يدخل يدور علي إنشي ورئيس التحليل عايزها وانا ايه؟ مش انا برضو صحفية تحيقات وما طلبنيش أنا الليه؟ معرفش طلب إنشي بالاسم ومن ساعة نحمود ما كان عنده بتاع التحيقات وهو بيدور على إنشي 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 عايز هي بالذات وروح تغطي الخبر ده عايز حد بيفهم حد بيفهم؟ اه قوليك يا اسماعي نعم وانت شايفني قدامك؟ اه ليه؟ لأ طب امشي يا اسماعيين ليه؟ امشي يا اسماعيين ايه؟ ما هو اللي قال لي عايز حد بيفهم الله؟ ما زعيليش الله؟ الله؟ لا دي حاجة ما نسكتش عليها ابدا ايو يا حسين نعم وانت كمان عايز إنشيلي إنشاء الله ايه؟ عايز هتغطي علي عشان أجي أطبخ معاك؟ قولك يا حسين ايه بعد عن وش السعادة عشان أنا عفريتي الدنيا بتتنطط قدامي تفهم ولا لأ؟ حسين حسين أنا من ساعة ما اتجوزتك وانسيت إن أنا صحفية أنت متجوز لي ولا متجوز طبق اليوم شوف يا حسين أنا من هنا ورايحة هتم بشغلي أنا صحفية وبس وبقى روح تدور على واحدة تانية تشهقلك في حالة الملوخية سلام طب أنا حلو ومالفي إيه؟ هم؟ استعالنا هالشقه لدخل صباح الخير يا رايس ها كامالي أنجا جت؟ لأ ما جتش واضح كده إنه عندها شوية ظروف مم وبقدم فيها يا رايس هو حضرتك متنشني كده ليه؟ ها؟ مش معبرني ليه؟ ولا هو أنا لازم أوسع ديكولتية؟ إيه اللي أنت بتقوليه يا أستاذة؟ أنا هيتقلي ديكولتية؟ أنا أسفة أنا ما أقصدش يعني أنا أقصد يعني إنك حضرتك متنشني ولما بتيجي أي صحفية جديدة حضرتك بترايل عليها بس؟ أنا برايل؟ إيتها؟ إنت بتطجرني في الكلام؟ إيه اللي بتودع كاماليا؟ أنا أسفة أنا أخني التعبير أنا مش عارفة حصلي النهاردة أنا أقصد يعني إيه أن حضرتك متنشني ولما بتيجي أي صحفية جديدة يعني بتحتمي بيها أوفر أيوة بس أوفر شوالي آه وحضرتك يعني مش معبرني خالص ونتيجه هو يعني إيه مش موجودة مهم وهي إنجي دي صحفية جديدة؟ ولا بتوسع الدكولتية؟ ستقي لو لمعازلة المرحومة ولدتك عندي أنا كنت خصمتليك شهر لا 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 شهر إيه؟ انا عندي قصوات مينفعش الكلام ده حقك علي وبعدين يعني حضرك اللي مربين كانت تربية سودة وبعدين اعملك ايه يا استاذة اعملك ايه ما انا طبعا لازم اعتمد على انجي حضرتك متمية بالطبيخ والمقادير والوصفات كنت عايزة نديك موضوع عشان تدهوني نص سوى لا خلاص انا من النهاردة اوعدك هوهب نفسي للصحافة انا ملك الصحافة يعني وممكن حضرتك تجربني يعني علشان تطمن يعني ممكن حضررتك تديني الموضوع بتاع انجي بتاع مدينة ناصر ده مدية ناصر اه اللي هو في وسط البلد ده اللي عند التجامع الخمس وانت طالع مماذا لدي التجامع الخمس ازا عملية كاماليا يعني اهours بص يعني ممكن تديني الموضوع انت كنت عايزه فيه انجي اه الموضوع بتاع الرحاب ايوة الرحاب هو الرحاب انت عندك خلفية عنه؟ طبعاً يا فندم طبعاً انت بتقول ايه؟ ده انا درساته ما بالدراسة ها انزل انزلي انت ما تخافش عليكي لو اللي بستي في زونك مش لو وسعت الدكلتية بتقول حاجة يا فندم؟ لا 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 بقول لما تنزلي هيبقى يكلميني ويحكيلي علا حصل طبعاً ده انت هتنظهر بس بعد اذنك انا ممكن اسألك سؤال؟ فضل فضل هو ايه اللي حصل في الرحاب؟ هتنباهر بس والله هتنباهر هنقصلك يقطع التحيقات وسنن ها ملو الطبيق اه 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 جاريتني يا حسين كنت جيتلك شهقتلك في الملخية يا حسين اه 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 يا لهوي ايه ده يا كوكو؟ هو حسين بيتغبى كده في الخناء؟ هو يستجري؟ تا لا يمكن يعملها ابداً اه انا كل الناس لابل في وش البغط يا سامة يعني فوشك البغط لا دا الموضوع عايز قاعدة اه احكيلي ايه اللي حصل؟ احكيلك اه انا رحت اسمي مدينة الرحاب يا اخويا علشان اغطي القصة اللي كديتنا متغطيها انجي لقيتها محضر تحرش اه عاملينه اهل الحالي سكنة في انجي علشان في شوية عالي تحرشوا ببينة جدانه اه اه طب ايه اللي جاب جيران انجي للرحاب؟ هي سامة مدينة نصر؟ ما تركز معاها يا سامة اه مش ممكن طب انت ايمان بطايم البنات كانوا في سلمة في مدينة الرحاب تمام وهم خارجين شوية عالي تحرشوا بيهم امواقه البنات دولة عملوا المحضر في اسم مدينة الرحاب في الموقع اللي حصل فيه الجريمة حالو طب وانت شاكلك متشرفت كده ايه هو في حد تحرش بيك ايه حد ده انا حد واثنين وثلاث انا شلت الاسبوع كله يا سامة يا له يا الاسبوع كله ما فيش يوم اجازة انت هتعرج يا سامة ما تركز معاها طب فاهميني طب فاهميني ايه ده فاهميني افاهمك اه انا رحت يا اسمي مدينة الرحاب حالو لقيت قضية تحرش قالوا لي المحضر لسا مخلصش واهل البنات هيجوا علشان يكملوا المحضر اسكت؟ لا ما اسكتش قلتك تاهد اه قلتلهم انا عايزة عنوين كل ضحية التحرش السابقة علشان اعمل موضوع يتكسر الدنيا طبعا 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 اه انت قديمة وتعرف تلمي الموضوع من كل جوام اه رحت يا اخويا للعنوين دي قابلوني الناس قلتلهم انا صحفية وبعمل موضوع فضيع عن التحرش ادوني في وشي يا سامة ليه كده؟ هم اللي عملوا فيك كده؟ لا اوما عملوا الجزء الاولاني بس الجزء التاني عملوا العيال اللي في الشارق اه بصراحة بقى انا اول ما شفتوهم هيبتدوا يتغابوا قلت اخديني في الثاني واجري هم لقيت نفسي كده تايها في شوارع مش عارفة انا فين ولقيت شوات هل بكلموا حوالي افتكروني موزة يا سامح تصور افتكرك موزة؟ اه ده عائل ما عندهمش نظر بصراحة انا في الاول فرحت يا سامح يعني مش هجزب عليك بس يعني لما لقيتهم يعملوا علي حفلة بجد عدت اجري وصوت ولاي حد ينجدني ان حد ينجدني مش لاي حد يا سامح طب جريتي ولا سبتوم يعملوا الحفلة؟ سبتوم يعملوا علي حفلة لحتى ما لقيت مكرباس قدامي حلو ركبتي قلت احرم حلو عملت ايه؟ المكرباس كله عمل علي حفلة يا سامح يا الله اللي اسود ده ايه اليوم اللي اسود الاحتفال الجماعي ده؟ وبعد ايه؟ راموني في اول رامسيس لقيت تاكسي خط وجريت اه اعظني صاحب التاكسي عمل حفلة وكمان لا كان راجل شام واحترف كان معكد السبعين يا سامح اه تلعي ملوش نعم قصدي يعني طب وبعد ايه ما عملتش محضر ليه؟ اه؟ ما عملتش محضر ليه؟ ايه؟ ايه ده؟ ومتحراش في ودنك ولا ايه ظروفك؟ ما عملتش محضر ليه؟ خفت من الفضيحة يا سامح يا سليم خلاص يا كماليا خلاص يا بنتي معلش ايه يه؟ ايه? ايه؟ ايه ده يا كماليا انت عمش في نفسك كده؟ انا غلطان غلطان أني بعدتك تغطي موضوع زي دا بس الفراحة بقى ما كنتش أعرف أن المتحرشين بقوا منفسهم حلوة درجاني أنا ما كنتش قادرة أتخيل أني اللي حلال يوصل للمرحلة دي دول عيال أولاد الأدم لو إيه فندم طرع جدا أنا ما كنتش قادرة ألاح على دولة 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 يا حولة ولا قوت علم الله معلش معلش يا كاميلي التجربة الميدانية برضو بتبقى مهمة جدا للصحفي علشان يتعايش مع القضية ويتسقل ويتهيقل يا كاميليا أنك النهاردة تسقلت كويس أوي تسقلت يا فندم تسقلت جدا سأل خير يا جماعة أهلا مسألا لك علي أيها كده تمام كده تمام مبروك يا كاميليا بقولك إيه عايزك تقعد أنت وزميلك تاخدوا أقوال كاميليا أصد تسمعوا الحكاية كويس أوي علشان عايزين ناخد الحكاية دي كاملة ننشرها لأن أنا متأكد أنها لما هتتنشر هتكسر الدنيا قص يا كاميليا أنا شخصيا حكتب عن التحرش منذ أيام الزمن الجميل يا سلام الله رحمك يا عماد يا حمدي إزاك يا مينا كان المتحرش أقصح حاجة يعملها لما يخش دولي بس انت يا جميل ويتبصي وتقول له يا سم وصولك إلى مأساة كاميليا أنا مريحة إش أقول له هاسف مريحة إش أقول له هاسف وأنا هكتب عن تأثير الشيفون والفيزون في تطور التحرش شباب معذوب برضو لما هشوف هدوم زي دي ولا النت ولا الأفلام يعني مش هعرف الفرق بين مقدبة ولي مش مقدبة ويقعد يتجنن ويسخن وبعدين يتسعر فجأة ويجرب مع أي واحدة زي كاميليا أهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أو حتى ما ترباش المشكلة مشكلة نوع راجل وست حتى لو كانت ست دي كاميلية أنا بقى هتكلم عن ظاهر التحرش الرؤساء بمرقوسينهم أصلي فيه مسؤولين كبار في الصحافة لمؤاخذة يعني يا جميل يعني واخدين موضوع التحرش ده وكأنه من حق الرئيس العمل ده غير بقى أنه يعني البنات اللي بتشتغل في المصانع والمحلات الظاهر إن قبول التحرش ده بقى من شروط العمل إيه؟ إيه؟ إيه أنتِ؟ أنت تعملوا علي حفلة وهتكل كل الترتة وأنا مش أكتب حاجة خالص هيتحرش بي بس يا السلام يا كاميلية أخيرا بعد السنين دي كلها اشتغلتي وشغلتي القسم كله والله يهالف مبروك أنت من حاجة أجازة على فكرة أجازة تستريحي وتستجمي فيها بس تفتكروا يا جماعة إنش لما هتكتب في الموضوع ده في عمودها الساخر هتكتب من أنا زاوية لا ما تهلاقش إنجي عندها موضوع مهم جداً في البيت حتكتب عنها يا ريت يا جماعة بقى بالمناسبة السعيدة دي نفت صورة مع كاميريا المتحدش بيها عشان تبقى ذكرة يلا 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 جديد يلا أصوات كمير يلا أصوات سماعيين سيلفي سيلفي نزيل إيلي حاضر تتعمل إيه؟ احكي لي بالضبط وبكل دقة يا كوكو كل واحد في الميكروباس كان تقيده فين؟ جرى يا علي بقولك عملوا علي حفلة أوصف لك إيه بالضبط يا علي عيب يا علي يعني رائم مشاعري المجروحة أيوة نسواء مثلاً ثانية واحدة دي إنجي أيوة إنجي أيوة إنجي إيه؟ طب إيه دي بس إيه دي يا إنجي؟ يا نهري سويد؟ وشعبان طالع؟ آه طب بص يا إنجي صوري صوري يا إنجي على قد ما تقدري أنا جاي على طول في إيه علي؟ خلاص يا كوكو مش هتتجراسي في الجرايض لوحدك استاني ثانية واحدة مكتب ممساعد وزير الداخلية؟ لو سمحت قوله علي الطيب هلو؟ أيوة أمراض بيه؟ إزاك يا فنن؟ مشتقين لسيادتك يا فنن؟ والله كنت محتاج سيادتك عندي في البيت لا مش على الغداء سيادتك النهاردة مفيش غداء النهاردة فيه تحرش آه طيب أنا منتظر ساعدتك يا فنن إذا هم تحرشوا بأنجي كمان؟ لا هحكيليك بعضين الماء حدي young هارزه محاو